تذكر أخو عاد إذ أن ذرطنه بالأحطاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن لا يأتيكم به الله إلا شاء قال إن ما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال إن ما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما لا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شرئ إذ كانوا إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله طوبانا آلهة فالضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قد يولوا إلى قومهم ملذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أرزل من بعد موسى ونصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وأملوا برسوله يغفر لكم من ذنوبكم وينجركم من عذاب الأليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمرجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الوسل ولا تستعدلهم كأنهم يوم يرون بما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فلا هار فهل يهلك إلا القرم الفاسقون اشتركوا في القناة